المنتدى كان يشارك فيه عدد كبير من النمازج الإيجابية الاستثنائية من الشباب دلوقتي معانا عبر تطبيق زوم المهندس مينا ماكين الباحث في مجال إدارة استراتيجيات تطوير التكنولوجيا في بريطانيا وممثل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين الدارسين في الخارج صباح الخير يا مينا وأهلا بك معانا في برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير صباح النور عايزين في البداية يعني نعرف ونتكلم عن تجربة حضورك في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وإيه أبرز المحطات اللي وقفت عندها وبرضه استفدت منها أولا مبسوطين جدا أن المنتدى راجع السنة دي طبعا عارفين أن السنة الفاتة المنتدى ما خادش موجود عشان كورونا بس أننا احنا برضو لسه موجودين في كورونا ويتعامل المنتدى فدي فداش عظيم المواضيع السنة دي كانت مركزة على الحياة بعد كورونا فسواء التكنولوجي بعد كورونا أو المواضيع المختلفة فأنا أكتر حاجة طبعا عجبني في المنتدى كانت طبيق بتاع تكنولوجي زي عشيين بتكنولوجي بعد كورونا زي ما احنا دلالتي ما نتكلم على زوم ده جزء من التواصل أو جزء من استخدام التكنولوجي برضو موضوع الثاني كان مهم جدا بالنسبة لي اللي هو الكلامات شينج كوب 26 كان معمول في انجلترا ودلوقتي السنة دي أنا في شرم الشيخ هتعمل كوب 27 هتعمل في شرم الشيخ فان المنتدى كان فعلا مركز على الموضوع والمنتدى كانوا جايبين سبيكر شكوار زي جون كاري والشباب يعني ده طبيق العالم كله مهتم به مش بس مصر فالناس كانت فعلا مهتمة قوي يعني بالطبيق نعم شباب الدارسين في الخارج الدور اللي بتقوموا بيه وايه المشروعات اللي اشتغلتوا عليها من بداية تدشيل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب الدارسين في الخارج مركز وزارة الهجرة للحوار عبارة عن تواصل ما بين الشباب الدارسين في الخارج والوطن الام تلوقتي لما الطالب بيطلع يدرس بره وطلع رايح غربها ففيه من قبل ما يوصل أو قبل ما يطلع الطالب من بصل وزارة الهجرة بيتواصلوا مع مركز الحوار في أي دولة احنا تلوقتي عندنا 19 ممثل وزارة الهجرة فبيتواصلوا مثلا مع الجروب في انجلترا في طالب معين رايح يدرس هناك عايزيكم بقى تدلو اندوكشن على المدينة السكن يفتح بانك ازاي وبرضه لو الطالب عنده أي مشكلة أو اختراح فهو بيتكلم معنا فاحنا بنتكلم مع الوزارة فدور المركز دور مهم جدا انه فتح تواصل ما بين الدولة المصرية والشباب اللي بيدرسوا بالخارج وبرضه من سبالنا حاجة مهمة زي ما شفنا فترة كورونا في 2020 لما الطيارات رجعت المصريين العلاخين بالخارج كان وزارة الهجرة لها دور مهم جدا في التواصل مع الشباب اللي بره فطبعا كانت كل الاجهزة ساعتها استرش استرش واية فمن خلال مركز الحوار الوزارة كانت تواصل مع كل الشباب ولو أي شاب كان عنده أي استفسار كان بيبعث لنا احنا منبعط على طول الوزارة اللي عملناه في السنتين من ساعة أو سنة وشوية من ساعة مركز الحوار فيه هنا في مصر طبعا فيه رحلات كتيرة بتتعمل لما الشباب بيجوا هنا في الاجهزة فإحنا طبعا لازم نوري الشباب إيه هي مصر بجد برا فيه كلام كتير جدا بتقال غلط عن مصر ولازم نحنا كشباب نشوف بنفسنا عشان هي فكرة خوة النعمة الخوة النعمة الشباب اللي برا مش سيصدقوا الخنوات الشباب اللي برا طبيعي زي أي شاب مش هيسمعوا كلام الحكومة هيسمعوا كلام الشاب براح شاب بنفسه وصور على السوشيال ميديا فإحنا عايزين نحنا نقصر على الشباب اللي برا المصرين والأجانب ونورلهم إيه هي فعلا مصر الجميلة من ناحية المبادرات اشتغلنا على مبادرة إحنا كشباب بنشجحها جدا زي أي مصري مبادرة حياة كريمة حياة كريمة بالزبط خلينا طيب نتكلم عن دور المركز في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإزاي قدر أنه يدعم الشباب الدارسين في الخارج ويدعم هذه المبادرة عملنا في مبادرة اسمها كان يسكيب ديلر تنايت فكرة بسيطة أننا دلوقتي تمن الوجبة مثلا عشر سترليني فأنا النهاردة كلنا اتفقنا أننا عنا نتبرع لحياة كريمة الفكرة مش بس رقم مالي بس الفكرة أنا فعلا الشباب اللي بيدرسوا برا عايزين يحسوا أنهم ليهم دور في الجمهورية الجديدة عايزين يحسوا أنهم ليهم دور في حياة كريمة فعن خلال المبادرة دي الناس بدأت تحس وتفهم يعني معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مقرامة عملت لخاء مع الشباب اللي برا في كل يعني في البلاد المختلفة عن فكرة حياة كريمة إيه حياة كريمة إزاي نقدر أن نحن نبقى جزء من المبادرة ليه في حاجة أسمع حياة كريمة نعم بنشكر المهندس مينة مكين الباحث في مجال إدارة استراتيجيات تطوير التكنولوجيا في بريطانيا وأيضا ممثل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين الدارسين في الخارج اشتركوا في القناة